ومعنا أول اتصال أستاذة صفاة بالصعود هلو عليكم عليكم سمكاتو أزاي حضرتك يا شيخ خير الحمد لله يا رب دايما بص يا شيخ أنا عايز أسألك في حاجة بخصوص حماية وكده تفضلي بص هو مريد زهايمر وبياخد معيش فالمعيش ده المفروض أن ابنه كبير بيصرف عليه منه في علاجه وإحتياجاته وكده فبيتبقى فلوس الفلوس دي بيدفع منها المرافق بتاعة البيت اللي إحنا سكنين فيه من مياه وغاز وكهرباء وبيقسموا مثلا رينج الآلف ونص بيقسموه التلات شباب على بعض فهل ده كده حرام ولا حلال أول حاجة أنتوا البيت اللي إنتوا سكنين فيه أولا أنتوا بتقول البيت يعني الشقة ولا بتقول البيت يعني البيت الأب، البيت كله البيت كله اللي هو يبدو ان هو بيت عائلة فبيدفعه من الفلوس كلها للبيت العائلة اه بالزبط كده لكن انتو لما بتمردوا حماكي بتمردوه في شقةه هو اه طب هو هل كان معتاد ان هو بيدفع فلوس البيت كله كان في الاول لما كان الشباب بيدفعوا اصلا كانوا عايشين في مع والدهم تحت كانوا بيدفع كل واحد جزء دلوقتي كل واحد عايش في شقةه والابن الكبير مثلا هو اللي بيغير الوالده وهو اللي بيغير المال سؤال حماكي كان بيدفع للبيت كله المرافق ولا لا يعني بيدفع الكهرباء والمية ولا لا اه اه كان بيدفع للبيت كله اه طيب احنا عندنا احنا عندنا ما كان يعتاد ان هو ينفقه ينفق عليه ونضيف اليه اسمعي طيب ونضيف اليه نفقات مرضه لكن الاموال اللي فضل من المعاش فبيوزعوها التلات اولاد على بعضهم لا ما يعملوش كده ليه لان هي دي مش مشتركة الفلوس دي مزالت فلوس الاب تمام لسه هو على قيد الحياة ربنا يديله العمر ويحفظه وان شاء الله يشفيه ان شاء الله فهي عندنا دلوقتي مصاريف مصاريف معاشه هو يعني مصاريف حياته هو وتمريضه وكده اه تمام والمصاريف التاني الذي كان يعتاد ان هو ينفقه اه تمام اما ما زاد على ذلك ان هم يوزعوا الباقي عليهم فلا لان ده مش فلوسهم مش مالهم طب هو في حاجة توضلي انا لما جيت اتكلم معي حتى مع جوزي قلت له احنا ملاش حق في الفلوس دي قال لي ما تتكلميش عشان ما تعمليش مشاكل في البيت لان اللي هو يعني الابن الوطاني اه كان كل ما يتكلم انا عايز حق ايش معنى انتو بتاخده في المعاش عشان احنا كنا عايشين مع حماية في الاول بناكن ونشرب معاه وبندفع فلوس اه خرب البيت كله وخلى واحد كل واحد عايش في شقةه بحيث ان هو يطلع له جزء من المعاش ان احنا يعني كنا ظلمينه كده لا بصي حضرتك بدل ما والده بدل ما والده ما كانش بيديهم كل شهر الكلام ده يبقى خلاص هم مش من حقهم ياخدوا الفلوس دي لان ده مال والدهم مش من حقهم ان هم ياخدوا ده وهو يملكه اذا اعطاهم لو يبقى يبقى في حكم تاني في احكام بقى اذا اعطى مريض الزهايمر لاولاده هنتكلم في ده بس هو دلوقتي لا ما ينفعش الزائد ان يوزعوه على بعضهم لانهم ملك ملك لابيهم وابوهم ما زال حي خلاص استسراء سن، اشتركوا في القشarCL اشتركوا في القشار